تعالوا بس نشوف بقى مين حضر اجتماع اجتماع بتاع الرئيس الفرنسي في الصفارة الفرنسية ناس مصريين يا مصريين راحوا يشتكوا المصريين لناس غير مصريين مين هم اللي راحوا؟ اعرفوا الاسماء في لوحة معينة اه دي اللوحة تعالوا شوفوا بقى ده مين؟ ده مين؟ ده محمد زارع مين محمد زارع؟ محمد زارع عنده منظمة حقوقية خاد جايزة من جنوب افريقيا انا فاكر السنة اللي فاتت بالملايين كتمويل غير مباشر بيتحكوا عالدولة يعني لكن الدولة مصح صح ده محمد زارع اللي قابل قابل مين؟ قابل مكرون بالامس وتكلم قال ان مصر مفاش صحافة اول امس ده مين؟ ده محمد لطفي مين محمد لطفي؟ صاحب مؤسسة حرية اسمها حرية الفكر والتعبير ده مين؟ محمد لطفي انتو فاكرين البيت اسمها امال فتحي؟ امال فتحي بتاعي في 6 ابريل البنت قاليش الادب اللي كانت بتيشتفه مصر ده جوزها ده البيه جوزها ده جوز الهانم اللي في النص دي مزنة حسن مزنة حسن المؤسسة كرنيجي للسلام بتقول دي مش واخد حقها في مصر وده جاسر عبد الرازق ده يعني ده انا اسف جدا يعني ابن المرحوم حسين عبد الرازق ابو كان محترم يا جاسر ابو كان محترم جدا يا جاسر عم حسين عم حسين كان محترم رغم انه معارض بس معارضة نزيهة محترمة ما كانش علاقة بالتمويل يا جاسر اخيرا ده مين؟ مين ده؟ مش عارفوا مين ده معرفوش ده معرفوش ده معرفوش ده الراجل اللي مش راضي دلوقتي يقول جاب الفلوس منين؟ فاكرينه جمال عيد ده اللي تحت جمال عيد الخامسة دول قابلوا ماكرون وتكلموا على مصر شاكوا اشتاكوا اشتاكوا لماكرون من مصر مصر وحش مصر كخرا هم دول ده محمد لطفي ودي امل فتحي اللي كانت بتشتم يشوفوها عندكم على بتقول كلام والله ما يتقال في احقر الاماكن في احقر مكان في احقر منطقة هم دول 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 قابلوا قابلوا ماكرون واشتاكوا مصر دول اشتاكوا مصر دي انا بشاهد المصريين لانه بايد دين حسن بيقول هستيريا ضد حقوق الانسان دول والله تاني لو دول فعلا بيتكلموا على حقوق الانسان يقولون نعمل هيئة في الدويقة مش بطلوب منهم هم لا يملكوا شيء هم بيسترزقوا من المشاكل هم بياخدوا تمويل من التقارير انا اعلم بشكل واضح انني كفرت بكل ما هو حقوق انسان بياخد تمويل من الخارج ايا كان نقطة نقطة